بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم هذه آية كريمة في مطلع صورة الأنبياء يحذرنا فيها جل وعلا من الغفلة والغفلة هي نسيان الآخرة والانشغال بالدنيا الغفلة أن تنشغل بما هو فاني على ما هو باقي الغفلة أن تنغمس في متاع الدنيا وملذاتها وأن تنسى نعيم الآخرة الباقي كيف نعالج الغفلة؟ عالجها الله لنا في القرآن الكريم في آية كريمة مباركة يقول سبحانه لسيدنا رسول الله مخاطبا إياه الخطاب له خاصة ولجميع الأمة عامة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله أكبر على عطاء الله لأمة رسول الله حقا خذ الدواء والشفاء من القرآن خذ من القرآن ما شئت لما شئت كيف نقي أنفوسنا من الغفلة بهذا الدواء وبهذا الشفاء الذي ذكره الله لنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أي صاحب الصالحين جالس الذاكرين جالس العارفين من هذه الأمة المباركة لا تصاحب إلا من ينفعك حاله أو يدلك على الله مقاله جالس أهل الله جل وعلا جالس الذين يأخذون بتلابيب قلبك إلى الله لا تصاحب إلا من ينفعك حاله أو يدلك على الله مقاله عليك بذكر الله لأن ذكر الله يوقظك من الغفلة يجعلك يقضان يجعلك منتبه يجعلك مقبلا على الله بالقلية يقول جل وعلا لسيدنا رسول الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجاهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن ذكرت ربك في نفسك ذكرك مولاك في نفسه وإن ذكرت ربك في ملأ في الأرض ذكرك الله في الملأ الأعلى إني مع العبد الذي هو ذاكري وتحركت بي مخلصا شفتاه إني أقدس من يقدسني ومن يرعى عهودي دائما أرعاه الدواء من الغفلة يكون بصحبة الصالحين بالإكثار من ذكر الله جل وعلا بقراءة القرآن بحضور مجالس العلم بمزاحمة العلماء بالركب قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده إن أردت أن تكون من غير الغافلين فجالس العلماء احضر في حلقات القرآن الكريم وألح على الله بالدعاء أن يوقظ الله قلبك وأن يحيي الله الإيمان في قلبك قال جل وعلا وحبب إليكم الإيمان حبب الإيمان إلى القلوب لأن الإيمان إن دخل القلب إن فسح وانشرح وقال جل وعلا ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم سلموا لك وقل اللهم أعني على ما يرضيك عني قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإن أردت انتباهاً أكثر وإن أردت أن تقي نفسك من الغفلة فعليك بذكر الموت اعلم أن الدنيا دار ممر وليست دار مستقر وأن الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من شر الغفلة ومن شر الغافلين وأن يجعلنا من عباده المتيقضين المنتبهين اللهم أمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته